التقطت هذه الصورة في شهر آذار مارس عام 1906 وذلك أثناء معركة بوداهو الأولى والتي تعرف أيضاً باسم مذبحة جبل داهو وهي معركة خاضها المسلمون الفلبينيون ضد الاحتلال الأمريكي خسر المقاومون المعركة بسبب التفوق الكبير للمحتل بالعدة والعتاد فقد اشتركت البحرية الأمريكية بقصف مواقع المقاومين بالإضافة إلى أعداد كبيرة من الجنود وانتهت الحادثة بمجزرة نفذها 970 جندياً وضابطاً أمريكياً بقيادة العقيد جوزيف دوكان حيث هجموا على المريين المسلمين عند فوهة البركان وكان يسكن المنطقة بين 800 إلى 1000 من القرويين البسطاء ولم ينجوا من المذبحة إلا ستة أشخاص ترجمة نانسي قنقر